السلام عليكم مرحبا يا صبايا ويا شباب انا يمكن صرت مساوي شي ستين فيديو ولا مرة واحدة طلبت انو ينعمل شير لاي فيديو ولاي بس انا بتمنى هذا الفيديو بالذات تعملولو شير بعد ما بتشوفوه يعني بتمنى يمكن وقت بتعمل شير لهالفيديو بيصلى شخص بتنقزوه من عملية نصب او عملية احتيال او عملية حد عم يضحك عليه وياخد منه مصاري لهيك انا بتمنى انو تعملولو شير انا رح احكي عن بعض المفاهيم الخاطئة يلي موجودة عند الشعب العربي بالقدوم لكندا يعرفوا كيف الامور ماشى يعني وكيف تمشي الامور للواحد يصال لكندا شو الشغلات يلي ممكن تنحكالو وهي نصب او ردي رح ابلش باول واحدة اللي هي عقود العمل كتير كتير بيجي اسئلة انو اخي نحنا لازمنا عقد عمل لحتى نكمل الاسكور تبعنا تبع الهجرة او او الى اخره او بيفكروا انو مثل الخليج انو اذا واحد مثلا دبر لك شغل بمثلا بالسعودية فبيبعتلك بيزا بتجي انت بتج اقامة وتعيش حياتك بالسعودية يا هذا الكلام غير صحيح النقطة الكتير مهمة بهذا الامر انو كلمة عقد عمل هون بكندا يعني يعني اعطيكم مثال صغير يعني مثلا انا بعت له هاد اشخاص يا ابو اسامة الله يخليك بعت انو عقد عمل من عندك من المطعم عقد العمل ما بتجي لا من مطاعم ولا من فنادق وخاصة انو في شركة موجودة بالنيت يعني على جوجل بتعمل بحث بتلاقيها مباشرة ده بتقولك احنا منا لك عقد عمل بفندق وبيعطوك اسم فندق كتير كبير يعني من خمس نجوم وكتير كبير لا الحقيقة عقد العمل بكندا قالو كتير شروط وصعبة تكاد تكون مستحيلة تكاد تكون مستحيلة اول شرط طبعا لازم تكون الشركة كبيرة عندها شغل عندها انكم عالي عم تدفع تاكس عالي تاني شيء لازم هاي الشركة تحط اعلان بالجرائد الرسمية او تعمل اعلان ما بعرف يعني الطرق اللي لازم تعملها بكندا لمدة 3 شهور عن المهنة عن مهنة معينة مثلا فاذا خلال الـ 3 شهور ما في ولا كندي ولا اي انسان قدم على هاي الوظيفة بحق لهاي الشركة تطلبوا من الدولة انه هي بدي تجيب شخص معين من خارج كندا شوفوا قديش الشروط طبعا بيعمل معاملة بتاع كلها شي سنة مدري سنة ونص تقريبا لحتى يوافق له الحكومة انه يجيب شخص معين هلا حتى لو وافقت الحكومة وبعتوا عقد العمل للشخص وقالوا روح السفارة وعمل مقابلة مشان تاخد الفيزا وارد جدا انه السفارة ترفض تعطيك الفيزا حتى لو وافقت لك الحكومة على عقد العمل اذا نفهم من هذا الحكي انه انسوا كلمة عقد عمل اخي لا بيزبط يعني يعني مو مثل يعني العملية بكندا مو مثل دول الخليج ولا مثل باقي الدول هون معقدة جدا لانه هون هنين عندهم نسبة بطالة وبدون شغلو هالبطالة اللي موجودة عندهم فلا يمكن يروح يجيبوا واحد لانه هون يلكوا متى ما فات الواحد على كندا وخاصة الشعب العربي ما بقى يطلع وبالتالي يعني يعني وبالتالي طبعا رح يعود ويعني رح يكلف الدولة يعني جيبت المواطن رح تكلف الدولة بالنهاية لانه بدون يعطوه تغطية صحية بدون يعطوه في كتير قصص الى مكلفة للدولة لهيك بيقولوا لك لا موظف من ضمن كندا افضل من موظف من خارج كندا هاي اول نقطة كتير مهمة النقطة التانية اللي عم يلعبوا فيها العالم على العالم خلينا نقولوا بالذات الغالبية يعني العرب اللي موجودين هون بعض العرب اللي نفوسهم للأسف يعني ما عم يقدروا ولا عمي يحاولوا انه ينظروا بعين الرحمة للعربية اللي موجود خارج كندا اللي هي انه اخي تعا من ساوي لك ملفاته بس تفتح الكفالة من قدم لك انت اول شي انا بدي اسأل سؤال بكل بساطة اليوم اذا اجا واحد قالك اخي انا بدي اشتري ارض بمكان ما مكان ما شو رأيك انت تدفع لي الف دولار وبس اشتريها انا ببيعك ياها يعني ما حدا بيعرف امت بتفتح امت ممكن تفتح اذا فتحيت لانه عنده اعداد هائلة كندا من الرفيوجي اللي فاتوا من امريكا وبالتالي يعني ما عم بتلحق للاشخاص اللي عندها لحتى تفتح شي جديد هاي رؤية يعني انا رؤية الشخصية للامر يعني حكوا انه فات اعداد هائلة من الحدود الامريكية من كذا جنسيات يعني واقلها الجنسية العربية على فكرة يعني كلها جنسيات غير عربية ما عمل احقوا يعملوا هيرينج ولا عمل احقوا يعملوا محكمة ولا عمل احقوا الحكومة الكندية مضغوطة بشكل كتير كبير بسبب العدد الهائل بيجوا بيقولوا لك انه ممكن يفتحوا طيب قبل هالمرة في كتير ناس او مكاتب او ما بعرف مين اجوا قالوا انه اخي نحنا انه الدولة رح تفتح الكفالات اول 2018 وينها طيب نحنا في ناس الى سنة عم تنطر طيب هايجا 2018 ومثلا حكومة كيبيك قالت انه مبدئيا نحنا ما حنفتحها لا لا ومنعطيكم يعني اذا ممكن نفتح رح نخبركم بشهر ستة 2018 اذا العالم اللي دفعت الف والفين دولار على اساسها تحجز محل وعلى اساس كذا هذا كله كذب وسلبينه والمكاتب والناس اللي عم تعمل هاي القصة هي عم تعملها بشكل قانوني انه هي عم يجهز لك ملف وعم تاخد منك الف دولار بس هي عمليات ما بتعمل شي هو كلها عمليات كذب هاي واحتيال ويعني انا هيك رأي شخصي لانه يعني عم يبيعوكم سمك بالمي يعني عم يبيعك سمكين موجودة بنص المحيط يا بتجي يا ما بتجي هيك يعني شغلة الثالثة اخي اللي عندن اقارب هون يعني موجودين بكندا كتير اجتني تليفونات انه والله انا عندي ارايبي بس ما رضي يخدمني ولا رضي يساعدني بها القصة لك يا اخي لازم تعرف شغلة كتير مهمة ابن خالك ابن عمك ابن عمتك اللي اخري اختك لك ابوك وامك لك ممكن ما بيقدروا لك ممكن ما بيقدروا يساعدوك وتجي علي البلد ما حدا يعني الامر ما تتخيلوا انه انا والله مثلا ببعت لك مثلا وهي الطلب تاني انه اخي انت بعتلي دعوة وانا بدي براتك شو بعتلي دعوة يعني المشكلة ما نبي هالسهولة اللي انتو متخيلينها الدعوة لازم تكون من شخص قريب درجة اولى بدي يكون الانكم تبعه عالي بدي يكون بيدفعتك سمنيح بدي يضمن انه يصرف عليك بديه 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 الى اخره كل هاد لازم يجتمع ويكون في سبب للدعوة لحتى يضعيك لحتى يبلوه وبشكل عام على الاغلب السفارة الكندية عم تعرف انه اي سوريا عم تعطي فيزا على الاغلب عم يجي يعمل لجوءوني فعم يكونوا كتير دقيقين وقت عم يعطوا فيزا على الشيخ الصوري لهيك يعني لا تعتب على قريبينك اذا ما قدروا يخدموك لانه ما مطالع بيدون شي يعني انا من الاشخاص اللي حاولت اني يجيب احد اقاربي والله الي سنة الي سنة يعني انا لا تأخذوني بعرف بالقوانين يعني لحتى تقولوا حاجة ما قدرت جيبه طبعا السبب انه ما معه مفوضية رقم مفوضية هلا رح نجي على قصة المفوضية والتسجيل بالمفوضية التسجيل بالمفوضية يعني دول الخليج كل ياتون ما عندن شي اسمه تسجيل مفوضية والتسجيل المفوضية بحد ذاته لحاله ما بيكفي انه الواحد يقدر يعمل لك طلب كفالة يجيبك مثلا كفالة كنيسة او غيره لسبب انت مو بس انك انت سجلت بالمفوضية فانت بيقدر يجيبوك لا انت بدك تتسجل من المفوضية وبدك تجيب رسالة من المفوضية انه انت تسجلت عندها لاجئ تحت هالرقم هاد وانه مثل بمعنى ما في مشكلة انك انت يصير لك اعادة توطين وهي ما عم يعطوها المفوضيات لا بماليزيا ولا بدول الخليج ولا حتى يمكن لبنان والاردن ما عم يعطوها هاي الرسالة لحده لانه وقت هو واي شخص بيقدر يجيب هاي الرسالة معناته هو صار اللي جبل يعني هو صار مقبول انه ينعمله كفالة فما عم يعطوها لحده وكتير الى اصاص وعم تاخد وقت طويل كتير فيجي واحد يقول لك اخي انا بفرنجيم تتفرنجات تت 100 دولار 400 دولار جبلك تسجيل مفوضية دك اللي هاتو كذب واحتيال وسرقة واستغلال هلأ كتير كمان رح نرد نرجع لحكي عم انتشر على الفيسبوك انه اخي السفارة الكندية على الموقع يلي عم يكتب بالعربي وهلأ قررت تاخد 15 ألف وحط معلوماتك وعمل شير وعمل كذا يعني للأسف الناس لساتة متخيلة انه ممكن يكون في هيك شي مع العلم يعني عمليات النصب نحنا عم نحاول نوضحها دائما ونشرها بالفيسبوك ونشرها بالمجموعات انه يا جماعة انتبهوا لانه عم يروح مبالغ كتير يعني من فترة اسمعت 3 مليون ريال واحد ناصبهم وماشي فيهم بسعودية اكل المصاري وهربان على كلمة انه من سجلك مفوضية من طالعك من طريق تركية وهذا كل يعته كذب هلأ بيجي واحد بيقلك كمان اخي والله انا اخي في شغلة كتير مهمة لازم احكي فيها يلي هي الزواج انه اخي تدبرنا عروس بكندا لك يا جماعة الشعب الكندي شعب حضاري شعب ما بتتخيل انت كيف بفكر لا تجي انت يجي واحد يطلب من وحده الا والله شو رأيك تتجوزي فلان بالوطن العربي اللي هو فلان وتاخديني خمس تالاف ولا عشر تالاف دولار حتى لو ما معها تاكل ما بتقبل ما بتقبل لانه هنين ما بيفكروا بالزواج بالطريقة اللي انت بتفكر فيها هنين بيفكروا يعني طريقة تفكيرهم مختلفة تمام لهيك لاحد يحاول فيها ولاحد يسأل ولاحد يكذا يعني القصص هاي كله كذب ويجي حدا يقول لك انا بعمل لك عروس وانا بعمل لك القصص هاي كله كذب بتمنى من كل الاشخاص يلي عم يشوفوا الفيديو ويسمعوا الفيديو والله يعني انا من غيرتي ومن خوفي عليكم انه يصير يعني ينتصب عليكم وانه تاكلوا وانه يروع عليكم مصاري عم بعمل هذا الفيديو يا جماعة الحل الوحيد انك تصل لكندا هو انك اما تقدم هجرة او تقدم على فيزا تصل فيها لكندا او تقدم هجرة يلي هي تحت كذا نوع يعني لكن كمان الهجرة انا كتير بدي يلكن شغلي كمان ناس عب تخسر فيها مصاري وهي لازم تنتبهولها كتير انه بيجي واحد بيقول لك انا بدي اعمل الهجرة بيفوت عم نات بيشوف له شي مكتب بقلب كندا بيقول له انا بدي اعمل الهجرة بيقول له بعتلي معلوماتها بيبعت له معلومات ودقري هداكي المكتب شو بيقول له بيقول له ايه انت مبدئيا مقبول ونحن فتحنا لك ملف وبدنا 800 دولار او بدنا 1000 او بدنا 2000 او بدنا كذا الهجرة الى مواصفات ومواصفات كمانة مانة سهلة يعني انت عمرك 47 48 سنة اكيد انت حظوظك كتير ضعيفة بالهجرة كتير انت ما معك شهادات عليا حظوظك ضعيفة بالهجرة انت ما معك لغة انجليزية حظوظك ضعيفة بالهجرة كلمة ضعيفة يعني هي يعني بدك شغل كتير لتقدر تحصل انه انت ممكن تكون مقبول لهيك لا تخلوا هاي المكاتب تضحك عليكم انتو بامكانكم تفوتوا على موقع الهجرة الكندية النظامي وتشوف شو مطلوب هلا على حسب المطلوب انت بتطلع اذا بتلاقي انه موجود فيك اوكي موجود فيه انا بقدم اما ما له موجود فيه ليه لا حتتعذب حالي وليه لا فكر انه المكتب ممكن يعمله شيء لسه احد الناس انتحل شخصية ضابط هجرة انه هو بيشتغل موظف بجوازات وانه بيقدر يساعد العالم كمان للأسف شديد هذا كلام مستحيل من سابع المستحيلات موظف هجرة موجود بقلب كندا بمطار ولا بحدود برية ولا كذا يقدر يقدر يجيب اي شخص تحت اي ظرف مستحيل يعني نسوها هاي فهدول اللي عم يضحكوا عليكم بخمسة الاف وبعشرة الاف دولار وما بعرف شو عم يأكلوا عليكم المصاري او عم يطروكن وبالاخير يعني بمعنى يعني المثل اللي بنقوله يا بيموت الحمار يا بيموت الملك هيك يا بيموت انا هيك يعني يا الموظف رح يموت يا انت رح تموت يا رح اي 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 مثل ما بيقوله يعني انطور مثل الناس اللي بعتت وقال سجلت دور ودفعت الف دولار وعم تنطور رح تيفتحوا الكفالات واللي هو ما رح يعني انا برأيي شخصي اقلها لا هي السنة ما رح تفتح ولا السنة جاية على العدد الهائلي اللي موجود بكندا حبيت انا وضح هل شوية الامور بالفيديو لشغلة واحدة بس لحتى تنتبه العالم انه اخي انا رأيي شخصي رح اقلكن حسب تجاربي وحسب اللي شفته بهاي الايام ما في ولا وسيلة يقدر شخص يجي على كندا بالطرق يلي انتو عم تسمعوا من النصابين طريقتين الوحيدين يلي فيكن تجو فيه على كندا هي تقدم على هجرة نظامية وعادة عم تاكل وقت ولا شروط كتير الطريقة التانية اللي هي انك انت تقدم فيزا بالسفارة لانه في ناس تقول لك انا منساوي لك فيزا كتير ناس انا حاكوني ورسلوني وقالوا لي شلون انتصب عليه هون اما فيزا مزورة طبعا اي مطار بيمسكاك ممكن تنحبس يعني توصل معك للحبس وهي عبارة عن ورقة مصورة فوتو كوبي بتكلفه ليرة عم ياخد منك كذا الف دولار او عم يجي الى كبعات الجواز عم ياخد الجواز وروح يبيعه على اساس حطر لك فيزا وكتير كتير كتير دار جاي قصت انه اخي ما مناخد منك شي لتصل لكندا حط المصاري عن طرف تالت هذا الطرف التالت نصاب اذا بيكون اخوك نصاب لانه مستحيل ما حدا والله العظيم انا خلال ثلاث سنوات عم حاول شوف واحد بس دور على واحد قدر يوصل لكندا بالطرق يلي عم يحكو فيها ولا واحد اتحدى تحدي وانا اتمنى انه بس اجتمع بشخص انه اجا بفيزا مزورة هذا الكلام مستحيل لانه يا جماعة الحكومة الكندية مو حكومة شعط ريالتها مو والله مظف ترشيلك يا ابناء 100 دولار 1000 دولار ويمرأك يعني مرألك الفيزا ويمرأك بهالطريقة هاي اللي عم يتصرفوها العالم لهيك نصيحة لوجه الله تعالى يا جماعة نصيحة لوجه الله ما في ولا طريقة الا الطريقتين اما فيزا او هجرة نظامية او اذا فتحت الكفالات وانا ما بتوقع انه تفتح الكفالات او هالفرصة اللي صارت للسوريين يعني والعراقيين والسوريين يعني واليمنيين اللي هي كفالات نجو هاي انا ما بتخيل انه ممكن تفتح مرة تانية لانه الحقيقة حتى الحكومة الكندية لقيت انه واجهت مشاكل كتير ببعض المكاتب اللي لعبت على الناس واللي اكلت مصرياتهم والجمعيات الوهمية والقصص ولحد الان في تحقيقات بهي الامر يعني انا ما بعرف ليش طبعا كله سببه الجشع والطمع والاستغلال استغلال معاناة الناس استغلال استغلال حاجة الناس لهيك انا برأيي تهدوا تقروا تنسوا تحاولوا انتوا اذا عايشين ببلد تستمروا بحياتكم تحاولوا قد ما فيكن ولا تكبوا مصرياتكم لنصابين لمحتالين لأي جهة من هالجهات هاي بتمنى برجع بلكون تعملوا شير لهالفيديو بركي بيستفيد منه شخص ويعني شان ما ينتصب على حدا انا ما بطلب عادة ما بطلب انه ينعمل شير لفيديو لكن هاد انا بتمني نعمل له شير شكرا للكون يلا باي باي موسيقى موسيقى